موسيقى هل تعرفون أن الأهوار قد تكونت منذ عشرة آلاف السنة؟ على مدى مساحة تزيد على 9000 كم مربع في جنوب السهل الرسوبي من العراق ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لا زالت الأهوار باقية رغم النكسات والنكبات والجفاف والسياسات القمعية هذه الأهوار يسكنها عرب الأهوار نسميهم أحياناً المعدان وهم يسكنون في الإشن تلك الجزر الثابتة التاريخية المرتفعة عن سطح الماء وكونوا إضافة لها جزراً خاصة بهم هي الجزر الطافية إنها تشغل مساحات هائلة بين القصب السامق علواً حول القنوات المائية والبحيرات الواسعة كبحيرة هم النعاج والبرقة البغدادية وأم الطيارة وهم سلالة أولئك السومريين والأكاديين الذين عاشوا في المدن الكبرى قبل خمسة آلاف سنة كان هنا في هذه البقعة في منطقة الأهوار السومريين بنوا الحضار الأولى في العالم والمدن الأولى في العالم فكانت هناك أور وأوروك وأريدو وهنا انطلق الحرف الأول والقوس المعماري الأول والعجل الأولى وبنوا واحدة من أجمل نظم الري في العالم لا زالت قائمة اليوم في مدينة الوركاة وكذلك في مدينة أور ورغم محاربة الأهوار من الناحية السياسية ابتداء من السنوات الساحقة فقد جففها العباسيون يوما ما لقمع ثورة الجنج وتوالت النكبات على الأهوار العراقية إلا أننا منذ عام 2003 أدركنا أهمية الأهوار العراقية وشعرنا أن هذه البيئة علينا أن نحافظ عليها لأننا سنحافظ قطعاً على الاقتصاديات المستدامة ونحافظ أيضاً على المناخ ونحافظ أيضاً على اللغات المحكية ونحافظ على أساطيرنا وحكاياتنا منذ ذلك الحين لكن مثل ما قلنا أن جفافاً حدث أو تتشيفاً حدث قبل أن يكون جفافاً في تسعينات القرن الماضي وهذا الجفاف قد أثر كثيراً على بيئة الأهوار فقد هاجر أكثر من 30 ألف نسفة من الأهوار إلى أماكن قصية وهذه الأماكن القصية بالحقيقة هي المبازل في كل من بابل، كربلاء، الكوت إلى آخره من المدن استبيحة الثروة الحيوانية كاملة وكذلك الحال الأسماك قلت كثيراً انخفضت إلى أكثر من 95% وأيضاً في هذا المصاب أصبح هناك حطاماً أصبحت الأهوار حطاماً وكان علينا أن نبتكر جزء من الحلول ما هي الحلول التي نبتكرها للأهوار العراقية بعد أن جفت الهوار العراقية وفقدت الكثير من خصائصها الاجتماعية والاقتصادية أعتقد أن ثمت حلول وهذه الحلول ممكنة الحلول تتلخص بالآتي أولاً إنشاء سد على شط البصرة لكبح المياه التي تتدفق بدون فائدة إلى هناك والناحية الأخرى إعادة النظر في استراتيجية الزراعة لأننا نهدر تقريباً من 70 إلى 85 مرتر مكعب من المياه وكذلك إعادة النظر في طرق الإرواء التقليدية لأن كفاءة الريف العراق اليوم من 32 إلى 36 فقط بالمية ومن ناحية أخرى علينا أعادة النظر في المنظومة الهايدرولوجية لأننا نخسر سنوياً بحدود 11 مليار متر مكعب من المياه تبخر علينا أن نخرج على سبيل المثار بحيرة الثرثار من النظام الريف العراق لأن بحيرة الثرثار كانت ضمن النظام الريف احتمدت وفرة المياه نحن من ابتداء من عام 2015 ديسمبر أصبحت وفرة المياه لتحت وأصبح القلب على المياه هو أعلى كذلك الحال علينا أيضاً أن نحدث خطتنا بما يسمى خطة الصور للمياه التي نديرها الآن من جانب آخر ينبغي أن يكون هناك تكاملاً بين القطاعات الأساسية المستفادة من المياه حقاً أن الأهوار العراقية أصابها البؤس الكبير وحلت بها مشاكل كبيرة لكن في قلب الأهواريين مقولة همني قوي الشهيرة قد يتحطم المرء ولكنه لن يهزم لا يستطيع أحداً ما أن يهزم الأهواريين واليوم الأهواريين الذين غادروا هذا المكان سيعودون يوماً ما إليه مرة أخرى حقيقة الأهواريون يثقون بمقولات مشهورة لديهم إن الشمس تدور هو بالأحرى إن الأرض تدور لكن لدي الأهواريين ثقة إن الشمس تدور والماء يثور والظلمة يسحقها النور ومع هذا يحتاج لنا الكثير من العمل لكي ننتقل اليوم من مرحلة بائسة وينتقل الأهواريون إلى سومر بلاد القصب تلك المنطقة التي غادروها شتاتاً سيعودون إليها جمعاً قبل أن نغادر القاعة أحب أن أقول لكل عشاق الأهوار يا عشاق الأهوار اتحدوا في يد واحدة لا تصفق وشكراً اشتركوا في القناة